طيب تعالوا بقى نبتدي بلقاء مبارح وطبعا كلنا اكيد تابعنا لقاء الامس بين منتخب مصر الودي امام لايبيريا وبعيدا عن نتيجة نهاية المباراة يعني او الفوز بثلاثية نقدر نقول اننا الى حد ما الحقيقة شفنا برضو شخصية حضرة في الملعب نتج عنها تغيير في شكل الاداء بنسبة كبيرة من الواضح كده ان فيتوريا مركز حبتين في حركة اللعيبة من غير كورة يمكن عشان كده شفنا تمركز جيد الى حد بعيد واللعيبة كانت عارفة تقرأ بعض كويس فيه ارضية الملعب دي تفصيلة مهمة جدا الحقيقة برضو تؤخذ في الاعتبار انا باتفق معاك وخلينا نتكلم يعني لو رحنا كده تفصيليا شوية فكرة السوشيل ميديا مبارح لو حضراتكم فاكرين وقراء الناس قلنا يعني ننزل نسأل الناس في الشارع شايفين ايه لحد دلوقتي السوفر فيتوريا المنتخب متفقلين متشاقمين لا الناس كان عندها تعليقات كتيرة جدا واجمعت على ان اهم حاجة هي عودة الشخصية الناس عايزت تشوف تاني فيه شخصية فيه الملعب فيه ناس او فيه لعيبة فعلا بتقاتل علشان الروح تبقى موجودة يعني خلوا بالحضراتكم كلمة هنا الروح يا كريم ما هيش حاجة اي كلام او حاجة كده بتعدي وخلاص لا 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 دي بتفرق بشكل كبير جدا الجمهور في الاول في الاخر عايز يشوف اللاعب بتاعه بيقاتل علشان المكسب مش بس نازل يقدي وخلاص لا ده ده دي نقطة مهمة جدا مبارح احنا شفنا بصراحة يعني الى جانب الجمل التكتيكية واللي جاب منها مرموش تحديدا الهدف الاول كمان العرضة اللي كانت لصالحنا الصراحة بص انت اوقات ما بتبقى محزوز كانت كرة حلوة جدا سددها تريتي جي يعني من عرضية مرموش طبعا كانت حاجة محترمة والناس مبارح فرحت جدا يعني خليها نقول مختصر اللقاء يا كريم كنا بنلعب كرة هجومية زي ما انا كنت بتكلم في الاول الحلقة وكرة هجومية حلوة ومن غير تحضير اصلا كتير يعني انت مجرد ما بتستلم الكرة بتهاجم على طوله ده اعتقد يعني مش بتفضل ان انت ترجع فيه او يعني مش بالفضل ان احنا نرجع في الستاب دي عايزين نكمل على كده لان الوشهد كان فعلا محترم صحيح وحلو جدا كمان الهدف اللي احرازه محمد عبد المنعم في الشوت التاني الكرة كان بدايتها هجمة لتريتي جي خرجت برا ارض الملعب من خلال واحد من لعيبة ليبيريا بقت بالتالي ضربة ركنية لصالحنا رفعها مرموش رفع على مزاك حضراتكم وحطها منعم حتى على مزاك حضراتكم الحقيقة تزديدة رائعة جدا نقدر نقول ان احنا فعلا اخيرا ابتدينا نشوف منتخبنا بيلعب كرة هجومية احنا لفترة مش قصيرة من حياتنا يا حضرات احنا كنا بنلعب دايما بأسلوب دفاعي كفيل بانو يشل الخصم ويشل جماهيرة كترة شخصية وكان حديث كتير من دول العالم اللي يعني لعبتنا حتى بكسر عالم زمان قالك احنا مشوفناش كده في حياتنا يعني فيه اه اسلوب دفاع لكن مش للدرجات دي ففكرة ان احنا نشوف يعني هجوم مش وحش ابدا اللي حصل ده في فترة من الفترات كان كل مدرب يجي يقولك ما معناه القماشة بتاعت اللعيبة ما تجيبش اكتر من كده ويلعب دفاع ويعتمد بس على الهجمة المرتدة يعني حاجة عجيبة جدا نهيكم طبعا عن الفترة اللي كان فيها تكنيك بتاع باصل صلاح باصل صلاح ايا كان بقى ايه المجريات والامور لك باصل صلاح احنا شوفنا منتخبنا حتى في مورا من غير محمد صلاح بشكل مؤقت عشان نقدر برضو نقيم الدنيا رايحة بنا الفين حلو ده حلو وانت قلت نقطة برضو مهمة على فكرة لما بتتكلم عن في السابق كان فيه مدرين فنيين فعلا بيعتمدوا على فكرة هنا الدفاع ومش بس كده هو البعض كان بيتحدث بوجه حذكر اسمه قوي علشان ملهاش لازمة دلوقتي يعني احنا مش بنعاتب حد احنا بنتكلم في المجمل لكن كان عندنا مدير في اني سابق لمنتخب مصر مش من بعيد يعني لما كان عنده تصريحات بصراحة وجينا قلنا هنا في عشر صبح في الاهلي تصريحات انا اطلقت عليها سخيفة لان فيه مصطلحات كده لازم تاخد حقها فيه احداث ما ينفعش تجمل فيها فكانت تصريحات سخيفة لما كان بيقلل من قدر منتخب مصر انت فاهم انا بتكلم على مين حبيبك هو عمد ابتديت 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 اسمع فكون ان انت جاي كمدير فني وبعدين بتدرب منتخب معين وبعد كده تيجي تعمل تصريحات للصحافة تقول لهم وانتوا فاكرين انا معايا كريستيانو رونالدو ومعايا ومعايا افتكرتو ولا لسه كده اه كده اه فيعني كانت تصريحات غير موفقة تماما ومالهاش اي معنى انها تقال انت دلوقتي لما تيجي تدرب منتخب انت المنتخب ده بكل الامكانيات اللي عنده انت بتحاول انك تعالي من امكانيات ومش ان انت تصخر من امكانياته او تعمل تصريحات مالهاش لازمة يعني انا اعتقد دي فترة وخلاص لكن فعلا المقارنة لو عملناها ما بين اللي فات وفيتوريا حاليا انا شايف ان فيه فرق كبير جدا انا من الناس المتفقلة مع فيتوريا انا مش عايزين اكتر من كده الحقيقة انا عايزين نجد ما يصرنا يعني على كل حال تاني حنرجع نقول النقطة مهمة هي فكرة هنا الهجوم اللي انت بتشوفه بشكل كبير جدا بتخلي المنافس على فكرة انت لما بتهاجم بتخلي المنافس انه هو هدف انه هو يوقف هجمتك يعني انا بهاجم فاللي قدامي عايز يوقف الهجمة فبالتالي هو بيقع في اخطاء كتير جدا لصالحك وانت بتستغل بقى الفرصة يعني انت بتستغل الفرصة دي وتبتدي ان انت يعني تسدد او تحرز اهداف وده اللي احنا شفناه يمكن تحديدا في اخر ديئة كمان لما حسب لنا راكلة جزاء سددها كوكا بسبب يعني لمسة كانت لمسة يد من لعب في اللي بيريا فكل التوفيق ان شاء الله وخلينا نقف عند ان احنا ايه متفاقلين ان شاء الله خير طبح باذن الله اشتركوا في القناة